موسيقى يعني سعيدة بوجودك معنا وخاصة انو رح نحكي عن مبادرة اطلعتو فيها بمدرسة القلبين الاقدسين بسيوفة وهي فكرة ريسيتال ميلادي رح تحيي الفنانة كارول سماحة خبريني اول شي كيف طلعت فكرة ريسيتال فكرة ريسيتال بلشيت من منطلق انو نحن حابين بفترة الميلاد نجمع كل القدامة القدامة المدرسة لانو متل ما بتعرفي بهايدي الفترة في كتير اشخاص عايشين بارات البلاد بيرجعوا تحطي عيدوا مع اهلهم ففكرنا نحن كعائلة القلبين الاقدسين الصغيرة والكبيرة نكون عم نجمع هول الاشخاص ونحتفل سوا بعيد الميلاد بطريقة خاصة تصير ريشول من سنة لسنة بلشنا هون وبلشت فكرة ريسيتال من الشخص البدو يحيي الريسيتال وصراحة كان اول اسم عرضنا وفكرنا فيه هو اسم الفنانة كارول سماحة ليش كارول سماحة بالتحديث؟ كارول سماحة اول شي هي من الفنانات اللي عندها ريبرتوار ميلادي كتير حلو وكتير كبير جميل جدا كارول سماحة هي من قدامة مدرسة القلبين الاقدسين وحبينا يعني نكون اول شخص عم نتواصل معه هو حضرتها تحت تدعمنا بهذا كتير صراحة الفكرة كانت نحنا لقلنا كبيرة واول ما عرضنا الاسم كان يعني بدنا نجرب نتواصل معه اكيدة بطبيعة الحال فكانت تجاوب كتير سريع لانه نحنا الفكرة ما طلعت من كتير زمان يعني نحنا طلعت الفكرة وهلأ عم ننفذها الفترة الزمنية اللي هي تقريبا شهر نعم فها كتير قصيرة صحيح فالفنانة كارول سماحة كتير دعمت الفكرة ولبت النداء بسرعة جدا وفي فكرة كمان انه كارول بتجمع بين الجيل بين الكبار وبين الصغار يعني هي اول شخص اذا بدك من اللي اشتروا التيكتس هو كان تلميذ عنا عمره 8 سنين حالو كتير هو اجا من اول الاشخاص اللي اشتروا التيكتس فتفرجيك انه كيف كارول عن جد تجمع بين الكبار وصغار والكل بحبه مية بالمية الريستان رح يصير بقلب مسرح المدرسة مضبوط ليش اخترتوا هيدا المطرح بالتحديد متل ما قلتلك حبينا قده بساع قده بساع بساع تقريبا المسرح 500 شخص حبينا لانه متل ما قلتلك تنجمع عائلة القلبين الاقدسين والكدامى بمدرستهم ونردهم على جزورهم يعني على مدرستهم يكونوا عم يحتفلوا كلهم سوا فكان اكيد اول فكرة كانت انه تنعمل بحرم المدرسة وبمسرح المدرسة تحديدا نعم يعني ريعة الريستال وبايع هالبطائط يعني بلشته طبعا بلشت تخلص مضبوط بلشت تخلص مضبوط لحب يكونوا عم بيساهموا رح يروح ريعة في هدف اساسي من هيدا الريستال الهدف الاساسي هو الاقصاط المدرسية نعم دعم الاقصاط المدرسية بتعرفي بالاوقات الصعبة اللي عم نقطع فيها وتوقفت كل نشاطاتنا اخير ثلاث سنين من ورا الكوفيد ورجعنا قطعنا بيه يعني بالاوضاع اللي عم بتسير دائقة اقتصادية دائقة اقتصادية دائقة اقتصادية بلبنان ففكرنا انه نرجع بقوة ببروجيه كبير نقدر قد ما فينا نكون عم ندعم من خلاله كزا تلميز يعني ما يكون بس على صعي على نطاق صغير يكون على نطاق اكبر فكبرنا البروجيت هنقدر نكبر ان الله راد الارباح لحتى نساعد قد ما فينا من تلميزنا نعم يعني انتو اول مدرسة بتعمل بروجيتها لقد كبير يعني بكل المدارس السنة شفنا ريسيتالات بس ما كان في اسماء يمكن كلاس او من الفنانين شفنا اسواق ميلادية شفنا هيك معارض ولكن هاي اول مدرسة بتعمل حفل هالقد كبير قديش الريزك كان كبير كمان عليكم صراحة مثل ما قلتلك فترة قليلة اسم كبير وبروجيت كبير نعم يعني اكيد كان في ريسك لا شفنا كل هدف هاي القد سامة بتمان الإشارات تسهل ما يكون فيه اذا بتاك سكرتك ب�service مالش The Libra الذي يتمل الى هذه اللي وانا أهلك يعني لم يتملعش الأمور بشكل وناجح واكيد هناك بعض ٢٠٢٠٠٠٠ل لبايع فناطرين الأشخاص اللي كمان بحبوا يدعمونا عندهم بعض وقت بدنا ندعى كل الناس تكون عم تشتري تيكتس أول شي لأنه ريسيتال أكيد رح يكون أكتر من حلو بوجود الفنانة كارول سميحة وخاصة بمدرسة القلبين الأقدسين والهدف الأهم هو مساعدة العائلات المتعثرة ماديا جيسيكا أنت مسؤولة مكتب النشاطات الاجتماعية ولما منقول نشاطات اجتماعية أو شؤون اجتماعية منحكي عن الناس، هموم الناس، شؤون الناس وقديش هالناس بهيد الفترة بالتحديد والسنة بشكل خاص تعباني كيف لمست هيدا الشيء؟ مظبوط، يعني أكيد من سنة لسنة عم بتضيق الحالة على بعض الأشخاص في أشخاص يمكن ما كانوا بحاجة لمساعدة هلأ منشوف أنه صاروا بحاجة نحنا بالمكتب عنا بيكون فيه إذا بديك بشكل دائم مساعدات ونحنا من رب تلميزنا يروحوا نحو الآخر يساعدوا اجتماعيا من خلال حصص نحنا من أمنا يعني خلال المدرسة ضمن الحصص التعليمية بيكون فيه إذا بديك بريباراسيون ليعملوا بروجيه سوسيال نمشي فيه من عمرهم الصغير لعمر كبير تنقدر قد ما فينا نكون عم نربيهم هيدا التربية الاجتماعية ويكونوا عم بيساعدوا قد ما فيهم أشخاص من مختلف إذا بديك الحاجات الاجتماعية يعني فينا نروح على أشخاص عجزة فينا نكون عم نروح على أشخاص عندهم احتياجات خاصة فينا نكون عم نروح على عيال اللي هي يمكن قريبة من مدرستنا وهي بحاجة لأنه ندعمها وطبعا طبعا إذا بديك القسم الكبير بيروح للعيال موجودة بقلب مدرستنا اللي نحنا هدفنا دايما نكون عم نعملهم سوبر بالأقصاد طي يقدروا يكملوا تلميذنا اللي نحنا ربيوا عنا يقدروا يكملوا يتخرجوا من مدرستنا وما يضطروا يتركوا مدرستهم لكمل أسباب مدية وهيدا أهم نقطة لأنه منعرف كتير منيحة جاسيكا كانت حالتهم الاقتصادية طبقة وسطة ومن ورا هيدا الأزمة لكتار صاروا يمكن حتى للأسف يعني بس تحت خط الفقر وهيدا النسبة صارت كتير كبيرة وخاصة عم تبين بالمدارس يعني لما أهل بيكونوا كانوا يمكن يسكروا قصة أولادهم من أول السنة هيدا السنة وسنة الماضية كانت كتير صعبة عليهم هيدا المرحلة يعني هيدا الشي اللي لمسنا وزيادة هولي العيال يعني إذا بديك ليوصلوا أولادهم لمحل معين نحنا بدنا نكمل بدنا نكمل نحنا وياهن ما فينا نتركون أو نقللهم طبعا هيدا مش النشاط الأول جاسيكا بمدرسة القلبين الأقدسان بسيوفة إنما في كتير نشاطات اشتغلتوا عليها وفي نشاطات عم تشتغلوا عليها حتينا شوي بالأجور نحنا هلأ تركيزنا هو على كونسير كارال سماحة مثل ما أنا بعود ريعوا للأقصات المدرسية ونحنا أكيد عم نشتغل على بروجات تانية يعني نحنا بالميلاد بهايد الفترة بيكون فيه كذا بروجات سوسيال بيشتغلوا لتلميز منه نحنا هلأ عم نساعد بجمعية تهتم بتعليب هدايا للولاد الصغار وكمان عنا أخذنا على عتقنا عائلة كمان هي عندها حاجة كتير كبيرة رح نكون كمانا نحنا كمدرسة عم نروح نزورهم ونساعدهم هول كلهم يعني رح يرجعوا يبينوا النشاطات عنا تبايعا فهول اللي عم نشتغل عليهم حاليا وأكيد مش بس بفترة العيد نحنا منساعد نحنا عم دار السنة مثل ما قلت لحضرتك كل فترة عنا بروجي عم نكون عم نشتغلوا مع صف معين لا هدف معين انتو بتشتغلوا على صفوف وعلى تلميز من هن وصغار مضبوط تخبريني شوي عن هندوقتها اوكي نحنا اذا بدك من صفوف كتير يعني من صف الويتام نحنا منبلش نشتغل مع تلميز على انو بروجي سوسيال يمكن قبل ما نحضرلن نحنا وما نحضرلن تحتى يروحوا يعملوا الزيارة اللي بدنا نعملها والمساعدة بعدين بس يكبروا اكتر بيصيروا هن يعملوا معنا الورغانيزازيون دي بروجي يعني بيبلشوا من شو هدف البروجي كيف بدنا نساعد كيف بدنا نقمن المبلغ اللي لازم يتساعد فيه شو حاجات الاشخاص الرايحين لعندون نحنا ترمي الزيارة ووقتها تنفيذ المشروع شو اللي لازم نعملو نهارتا هون منترك بايد الولاد اذا بدك منعطيون هيدا السئة تا هن يتعوضوا انو انا عم بشارك مش بس عم بروح وزور انا عم بشارك دو اقازد بالبروجي يلي نحنا منكون عم نعملو وهيدا شي كتير مهم لانو اذا بتشوف فرحة الولاد زيادة بس فرجيون هدف بس فرجيون انو انا بدي اوصل لهون اذا بتشوف كيف بيرقدو وشو بيعملو وقداب يتحمسو تايساعدو يعني بتلاقي شي كتير حلو حلو كتير هالحب وهالعطاء اللي عم تزرعوه بولادكن يعني بولاد كل المدرسة اكيد وبولاد كل شخص عم يسمع هلا الحديث هيدا الشي اللي كتير حلو يلي بيربى معون يلي بيكبر معون يلي بيتعلمو كيف يعطو وفرح العطاء هو اهم شي وبتصور ما في اي فرح بدانا بضاهي جاسيكا بدأ ارجع لاريستان للميلادي هو بسبعتاش كنين الاول مصبوط نهاري احد سبعة ونص مساء بمسرح مدرسة القلبين الاقدسين بسيوفة اشرفية البطاقات عم تنبيع داخل المدرسة وبليبراري انتوان لي اللي ما عندو اكسي على مدرستنا فيكون عم بيروح على ليبراري انتوان اقرب فرع لقلون ونحنا برجع بقول ناطرين كون في بعض تيكيات العادة تصار قليل اكيدة بس نحنا ناطرين انو تكملوا معنا وتكونوا عم بتشاركوا قد ما فيكون لنجاح هيدا الحفل شاركوا بنجاح هيدا الحفل مش لانو مجرد حفل لانو بيروح ريعوا لعائلات عن جد جدا بحاجة ولانو من خلاله فيه هدف يعني كتير كبير لحتى ما يبقى ولا حدا محتاج ولا ولد ما يقدر يدفع قصد مدرسته ويكفي تعليمه وبالنسبة لقلنا هو تعليم الاطفال هو بناء المجتمع بشكل صحيح انا بدي اوجه شكر لمديرة المدرسة سور إيلان ريشا يلي هي كانت الدعمة الاولى لهيدا المشروع كمانا اللي هي اذا بديك دعمت لانا ناخد ناخد هيدا الريسكو ناخد هيدا الخطوة وبدأ اشكر الفنانة كارول سماحة على المبادرة الكتير حلوة بتمنى انو نحنا ويياها ننجح لتحرقي الهدف يلي نحنا كنا خاطينه سوا وتانكو اهلا وسهلا فيك جيسيكا بدي اشد على ايدكن بدي اعطيكم الف عافية مجرد انو حطيتو هيدا الفكرة بي بالكن هي شغلة كتير كتير حلوة وكتير مهمة وهيك انتو دافع لاكتر من المدارس يمكن حتى يفكروا بمشاريع تانية بدي اشد على ايدكن وقلكن اعطيكم الف عافية مرة جديدة اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا مشاهدينا فاصل ومن تابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة